مرحبا بكم في حلقة جديدة من حدث اليوم ناقش فيها أهم التطورات السياسية القضية الأهم بالتأكيد تبقى يمنية وفي تفاصيلها الاتحاد الأوروبي يعتبر مبادرة السعودية خطوة في مصاري السلام والبنتاجونية تحدث عن جهود دبلوماسية لإنهاء اللزاعة القصة الثانية ليبيا وفي تفاصيلها الأمم المتحدة قلقة من تواجد القوات الأجنبية في مرحب السرد وتطالب برحيلها ودعوات لإطار دستوري واضح لجعل انتخابات القصة الثالثة إيرانية وفي تفاصيلها واشنطن مصرة على اتفاق صلب لقوض برنامج تحران الصاروخي ونفوذها الإقليمي ومجلس التعاون يطالب بالمشاركة في المقاوضات أما القصة الرابعة فمن لبنان وفي تفاصيلها دياب يقول أن تشكيل الحكومة تحول إلى أزمة وطنية تجاوزت المنطق وحزب الله يلوح بالفوضى السلام عليكم مبادرة السعودية التي أعلنتها قبل أيام لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفتح المصارات الإنسانية لإنهاء معاناة سكانها لم تقابل حتى الآن بموقف واضح من ميليشيا الحوثي التي ما زلت تسوق الذرائع للتهرب من أي التزام السياسي القيادي في ميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي قال إنهم لم يتلقوا أي مبادرة رسمية وأشار الحوثي إلى أنه كان من الأفضل لو تم إرسال مبادرة والحديث حولها حتى تكون هناك موافقة عواضا عن الإعلان عنها مطالبا في الوقت ذاته بمواقف عملية رغم ما ألانت الحكومة اليمنية اليوم بسمح التحالف لأربع سفن تحمل مواد ومشتقات نفطية بالرصوف من الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات المدعومة من إيران وهو مطلب كانت الميليشيات الحوثية تتذرع به نؤكد أننا جادون في التعاطي مع هذه المبادرة وكحسنية ولنؤكد للعالم أننا تقدمنا بهذه الخطوة لكي يرى العالم ويقتنع العالم من هو الطرف المتسبب في معاناة اليمنيين في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات لكن الحوثي قام بمصادرة 50 مليار ريال يمني من هذه العائدات وصرفها في المجهود الحربي رغم تحذيرات الفريق الأممي رغم تحذيرات فريق القبراء لكن للأسف لم يخضع لا لصوت العقل ولا لتحذيرات الأمم المتحدة وبالتالي أفشل هذا الاتفاق نحن اليوم قمنا بهذه الخطوة لنؤكد العالم مرة أخرى أننا لسنا الطرف الذي يتسبب في معاناة اليمنيين إنما الحوثي هو من يقوم بالتشبب في هذه المعاناة للمتاجرة أمام الرأي العام العالمي هذا وجدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على الحوثي لكي لا يستخدم عوائد المشتقة النفطية لتمويل عمليات العسكرية ضد الشرعية بعد هذه المبادرة ندعو العالم الآن وندعو الرأي العام العالمي وندعو العالم لممارسة ضغوط سياسية حقيقية على الحوثي لكي لا يستخدم هذه المشتقات النفطية وعائداتها المالية في المجهود الحربي ندعو الرأي العام العالمي ندعو فريق الخبراء ندعو الأمم المتحدة ليروا جميعا كيف سيقوم الحوثي ببيع هذه الكميات من السفر التي دخلت اليوم للمواطنين اليمنين بأسعار خيالية من أجل أن يجنوا مزيدا من الأموال والأرباح لكي يستخدموها في المجهود الحربي إذن كيف تبدو مواقف الحوثيين والإيرانيين من المبادرة السعودية التي تهدف لوقف إطلاق النار في البلاد المبادرة السعودية جاءت وفقا للمصاري الدولي وتم التنسيق فيها مع المبعوثين الأمريكي والأممي وفق المتطلبات الإنسانية لكن قرار البد فيها عند الحوثيين يبدو غائبا بسبب صدوات النفوذ الإيراني وعوضا عن استجابة الحوثيين للمبادرة والإعلان عن موقف واضح وصريح خرج السفر الإيراني أو كما يسمى بالحاكم العسكري لصنعاء للرد على المبادرة السعودية في اليمن وضع الشروط لقبولها واللافت أن بينها وقف التدخل الخارجي دون الانتباه إلى أن تغريدة بحد ذاتها تخالف ما صرح به وبعد تصريح إيرلوس صدر موقف آخر من الخارجيات الإيرانية يضم شروطا أخرى بينها تسليم اليمنيين زمام الأمور لرسم مستقبلهم السياسي دون تدخل أجنبي أما ما يسمى بكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام فاعتبر أن وصول المشتقات النفطية لميناء الحديدة حق مكتسب لا يقبل مقايضة عسكرية أو سياسية في تناقض واضح مع مواقفهم المعلنة السابقا والتي طالبت بإجراءات تشجع على التفاوضة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ولمناقشة كل هذه التطورات اليمنية ينضم إلينا مباشرة من عدن وكيل وزارة العلام اليمنية وسام الشنمي ومن الرياض ينضم إلينا الدكتور سالم اليهامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والأستاذ في العلاقات الدولية أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة البداية من السعودية من الدكتور سالم دكتور سالم بعد إعلان المبادرة السعودية قال الحوتيين أنهم لن يقبلوا مقايضة الإنساني بالعسكري حقيقة على الأرض جاء رد السعودية لم تطرح مقايضة السعودية أو التحالف سمح بدخول أربع سفن إلى ميناء الحديدة وبهذا نفى كل الاتهامات وكل الحديث الحوثي باعتقادك هل الحوثيون يسعون فعلا لحل أو على الأقل مستعدون لتفاوض بسم الله الرحمن الرحيم وحييكي أخت الكريمة وحيي السيدات وسادة المشاهدين وحيي سعادة الضيف من الجانب الآخر يعني في الحقيقة ما ذكرتيه هو حقيقة وهو أن كل الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية يعني ليس من اليوم فالحقيقة من أراد أن يتلمس البعد الذي تقدمه المملكة العربية السعودية فهو موجود منذ 2011 وواضح على المستويات العسكرية وعلى المستويات الأمنية وعلى المستويات حتى الاقتصادية وعلى مستوى الدعم للمجتمع اليمني وللدولة اليمنية حديث الجانب الحوثي في الحقيقة أنا لا أستغرب هذا الحديث وأعتقد أن هذه الردود وهذه الممطلات وهذا اللعب بالكلمات وتغيير المواقف هو ينسجم مع فكر الميليشيا بين قوسين وعما مع فكر فاعل ما دون الدولة نحن نتعامل مع مجموعة من الأشخاص يعني هما في أحسن الحالات تسمى مجموعات عصابية مجموعات ميليشيوية يعني هذه المجموعات لا يمكن الالتزام بكلمة منهم بمعنى أن هناك أكثر من رأي السيدير العملية يعني سواء حتى في داخل البنية الحوثية الصغيرة داخل اليمن يعني هذا جزء من تيمة ومن تركيبة ومن طبيعة الجماعات ما دون الدولة هذا رقم واحد الشيء الآخر يعني لعله هناك تأثيراً للبيانات الإيرانية سواء كان حديث ما يسمى بالسفير الإيراني في صنعه أو حتى البيان الذي صدر بالأمس من وزارة الخارجية الإيرانية هو في الحقيقة كأنه يعني درجة عالية أو درجة متقدمة من التحريض وكأنها تقول أنه متقدر لن تقدم شيء دكتور سالم نعم هذه التصريحات الإيرانية كانت تحريضية أم كانت قراراً إيرانياً بهذا هي قرار حوثي لا أنا أعتقد التصريحات الإيرانية هي جاءت في أكثر من مسار ولكن لعل المسار أو الفضاء العام الذي جاءت فيها التصريحات الإيرانية هي جاءت في يعني السياق ما يمكن أن نسميه أن الجانب الإيراني حاول أن يقدم دروساً في الحلول وحاول أن يقدم دروساً في المصالحات وفي المعاهدات وفي تجنب الحروب وحتى في القضايا الإنسانية وفي الحقيقة آخر من يقدم دروساً في هذا المجال هو الجانب الإيراني الشيء الآخر اللغة المبطنة التي حملها بيان وزارة الخارجية الإيراني وكان بيان طويلاً في الحقيقة وكان مثقلاً بالدروس التي يعني إيران ليست أفضل من يؤديها يعني كان فيه جوانب تحريضية الشيء الآخر كان فيه درجة عالية من التناقض عندما يذكر أنه يجب أن يترك اليمنيون لوحدهم بدون تدخل خارجي ووجود الجانب الإيراني أكبر أنواع التدخل في حقيقة نعم سنعود إلى هذه النقطة نعم إذا كان هناك تدخلاً يمنياً أو سعودياً يعني هذه أرومة عربية واحدة ممكن أن تحل مشاكلها مع بعضها مهما اختلفنا واختلف الأشقال يمنيون مع الجانب الحوذي لكن تدخل الجانب الإيراني هو الشيء الغير مبرر والغير منطقي والغير مقبول هذا الأمر تناقض التصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني في الملف اليمني نقطة بالتأكيد مهمة سنعود إليها لاحقاً دكتور سالم ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم من السيد سامة بحسب التصريحات الحوثية والتصريحات الإيرانية ما الذي يريده السيد سامة؟ ما الذي يريده الحوثيون تحديداً؟ هل يريدون طرحاً سياسياً أو رفع كل الإجراءات أو اعترافاً بهم؟ أولاً نمسي عليك سارة وعلى السيد المشاهدين وعلى ضيفك الكريم طبعاً ما تقدمت به المملكة العربية السعودية من مبادرة هي كانت الحد الأقصى الذي بالإمكان أن تحصل عليه الميليشيات بل أن كبير مفاوضهم ورئيس الوفد الخاص بهم في مشاوراتهم الدائمة محمد عبد السلام هو من تقدم بمطالب التي وردت في المبادرة حرفياً من على قناة القزيرة قبل أيام قال نطالب بوقف العمليات العسكرية ونطالب بفتح مطار صنعة ونطالب بدفع رواتب الموظفين وإيجاد حسابات معينة ونطالب بدخول المشتقات النفطية لتأتي بعدها المبادرة الخليقية في هذا الإطار وبوساط قادتها دولة عمان والمبعوث الأمريكي الذين التقوبوا في مسقط وقاءت المبادرة بهذا الشكل ثم رفضوها بعد ذلك تذرعوا بالقواطر وكنا ننتظر موافقتهم حتى دخول المساعدات وتشغيل ميناء الحديدة وتشغيل مطار صنعة وفتح الحساب المشترك في بنك المركزي في الحديدة لدفع المرتبات واحتياجات المواطنين في المناطق التي سيطرون عليها كنا ننتظر كل هذا إلا أنهم تذرعوا بأنهم لن يقبلوا حتى دخول السفن النفط والمساعدات الموجودة في البحر الأحمر دخلت وهاهم يرفضون من قديد ولا موقف ثابت من قبل الحوثيين الموقف الثابت جاءنا من إيران نرفض أي مبادرة للسلام في اليمن هذا الموقف الذي نعده نحن قرارا إيرانيا يتحكم بمقريات الحرب في اليمن هذا القرار الإيراني هو اليوم من يقود العمليات ضدنا محمد عبد السلام قالها قبل أيام في قناة الجزيرة بأن الصواريخ الباليستية التي يطلقونها هي قرار هذا القرار بالتأكيد ليس قرار عبد الملك الحوثي ولا مهدي المشاط ولا محمد عبد السلام هو قرار حسن أيرلو الذي اليوم وحده دون قيره يرفض المبادرة ويرفض أي حلول ويمشي الكلام الذي يقوله على الحوثيين رقم أنوفهم الخارقية الإيرانية تصدر أيضا بيانات لكي ترسل رسالة كما قال الدكتور بأن هناك فعلا تعدد رؤوس داخل حركة الحوثي ولكن هناك قرار واحد دائم منتهي استراتيجي هو القرار الإيراني هو اليوم من يحدد كيف تقريب المفاوضات وقواعد اللعبة ما بين الحوثيين والحكومة الشرعية بدون التدخل الإيراني أنا أعتقد بأن لدى الحوثيين كجماعة مصالح استراتيجية تضمنتها هذه المبادرة المقدمة من مملكة العربية السعودية كما تضمنت أيضا مصالح الشعب اليمني كما تضمنت أيضا مصالح الدولة اليمنية مصالح إيران فقط اليوم إيران قطعا ولا أحد غيرها نعم إذن الخلل والمشكلة الآن في إيران الدكتور سالم محمد الحوثي رد على المبادرة السعودية قال كان من الأجدر أن تسير بهذا المسار قال كان يجب أن ترسل بداية للحوثيين ثم يوافق الحوثيون عليها ثم تعرض علنا مثل ما فعلت السعودية هل يعني ذلك أنهم تفاجأوا بالمبادرة السعودية وأنهم وضعوا أمام الرأي العام المحلي والدولي؟ أنا في وجهة نظري في الحقيقة عندما نستمع إلى مثل هذه المواقف من قيادات أو من ما يعتقد حقيقة يعني بعض من تعامل مع الجانب الحوثي بأنهم قيادات أو رموز حوثية يعني يتأكد لنا عند التحليل النهائي بأن هذه الرموز هي تتعمد في الحقيقة أن كل رمز منها يقدم مقولة ورأيا ويعني يتفاوض على معطيات معينة ثم يترك للطرف الآخر التنصل من كل هذه المعطيات هذه هي ذهنية الميليشيا هذه هي ذهنية العصابة هذه الذهنية من يبحث عن الغنيمة يعني أنا أعتقد المبادرة عندما أعلنتها المملكة العربية السعودية وتفضل سمو وزير الخارجية وألقاها أمام الصحافة العالمية كان هناك نقطتان جوهريتان في الحقيقة يعني إضافة إلى النقاط الجوهرية التي وردت في المبادرة كان هناك حديث حقيقة وكان عابرا عن جزئيتين الجزئية الأولى يعني قال سمو وزير الخارجية يعني نجاح هذه المبادرة هي يعتمدوا على النوايا ويعتمدوا على العمل اليوم في الحقيقة ومن هذه الممارسات الحوثية يتأكد للمراقب يعني أن النوايا في الحقيقة ليست خالصة ونحن لسنا أمام نية واحدة نحن أمام مجموعة من النوايا تتغير وتتبدل بتبدد الأشخاص ومواقفهم وحسب تراتبيتهم في بنية الحركة الميليشيوية الحوثية هذا رقم واحد رقم اثنين يعني كل ما يقدمه حتى الأطراف التي ربما تتدخل في المستقبل لتكون أطراف يعني تقريب وجهات النظر أو تقديم بعض المكاسب هنا أو هناك في تقديري أن الحوثي يحاول أن يعني يأخذ هذه الأمور ويقدمها يعني لأتباعه أو ربما بين مريديه بأنها مكاسب حصل عليها لأنه قوي ليس لأنه طرف يريد التوجه إلى السلام إذن هاتان النقطتان في تقديري إلى اليوم في الحقيقة لم يتقدم الجانب الحوثي لها بطريقة واضحة وأعني بها نوايا صادقة لم نراها إلى الآن ثم عمل حقيقي على الأرض يقرب أو يجعل يعني هناك ثقة في أن الحوثي يقبل بعملية السلام هذه حقيقة أمور لا يزال دونها شكوك ولعل ما يحير الكثيرون كمراقبين أن التأثير الإيراني لا يزال قويا وكنا نعتقد أن الأرومة العربية أو الشخصية العربية حتى وأن اختلفنا معها تأنف أن يكون تدار من الخارج لأطراف الإيرانية ولكن يبدو أن الجانب الإيراني باع كل شيء لإيران وأنه عنده استعداد لبيع مواقفه ولبيع وطنيته ولبيع الإنسان اليمني للأسف نعم سيد سامع إذن ما ينتظر من الحوثيين نوايا صادقة مثل ما يقول الدكتور سالم ولكن هذا لم تظهر هذه النوايا كما ينتظر منهم عمل حقيقي ما العمل الحقيقي الذي يمكن أن نقول فيه أن الحوثيين قابلين لأي مصار سلام أولا نحن كحكومة وأيضا كشعب يمني نعرف بأن الحوثي لن يلتزم بأي شيء ولن يقدم على أي خطوة جادة لإنهاء الصراع في اليمن كونه مقرد أداة إيرانية تستخدمها للضغط على المجتمع الدولي وللحصول على مكاسب وأوراق لتفاوض في ملف النووي الإيراني هذه قناعتنا وهذه معرفتنا بجماعة الحوثي منذ عشر سنوات وأكثر فيما يتعلق ما ينتظره العالم من هذه الجماعة ينتظر العالم أن يقبل هذه المبادرة التي طلبها هو هو من طلب هذه المبادرة نصا بأن يكون هناك وقف إطلاق نار مقابل إيقاف الباليستي ووقف الهجمات القوية ووقف العمليات العسكرية في مأرب تشغيل ميناء الحديدة تشغيل مطار الحديدة هذه مطالبه هو لم تكن مبادرة حتى مقدمة من المملكة العربية السعودية اعتباطا أعطيت له بناء على ما يناسب حقيقتها بل أكثر جماعة الحوثي بالنسبة لنا كشعب يمنين أريد أن نعلقهم على المشانق وأريد أن نحاكمهم واحدا واحدا ولكن أن تتقدم مبادرة عربية بهذا الحكم وبهذا الكمية من المبادئ والقيم التي بالإمكان أن تعلي شأن الدولة اليمنية ويرفضها ميليشيا الحوثي وهو الذي كان يتذرع بالقوانب الإنسانية والضغوط والحروب والعدوان وإلى آخر اليوم ما نريده نحن من جماعة الحوثي أن تعلم بكل بساطة أنها قبلت هذه المبادرة وبأنها ثم ستنخرط في عملية سلام حقيقية بين اليمنيين هذه المبادرة لا تعني نهاية مسار التفاوض بين الحكومة الشرعية وما بين ميليشيا الحوثي إلا أن ميليشيا الحوثي التي تتذرع بالملف الإنساني اليوم ومن خلال هذه المبادرة فقدت عنصر المبادرة هي فقدت عنصر أنها الأجعاء التي كانت سابقا تستخدمه بأن هناك معساة إنسانية وبأنها تعاني وبأنها هي من يمثل المضطهدين داخل اليمن اليوم السعودية ترفض كل حلول السلام وتسعى أيضا لضرب اليمنيين والمدنيين سواء في مأرب أو في عدن أو في القوف أو في تعز أو حتى في المملكة العربية السعودية بصواريخها الباليستية المستقدمة سيد الحوثيين المهربة إليها من إيران هل من المجد في هذه الحالة سيد وسام هل من المجد انتظار موقف للحوثيين أم يجب فتح نافذة للاتفاق النووي الإيراني والله شوفي يا عزيزتي سارة نحن لا ننتظر شيء وعندما قبلت الحكومة الشرعية بما ورد في المبادرة إيمانا بالدور الإيقابي الذي يلعبه أشقائنا في المملكة العربية السعودية في إحلال السلام داخل اليمن وبدورهم الكبير في إعادة الشرعية اليمنية إلى العاصمة البختطفة صنعاء وإنهاء حالة الحرب وحصول كل الجهات والمكونات الوطنية على حصوصها المناسبة من خلال عملية سياسية هذا وكهت نظر الحكومة الشرعية في تقاوبها مع المبادرة ولكننا نعرف في قرارة أنفسنا جماعة الحوثي ومن الذي ستقبل به ومن ستلعب عليه من أوراق نحن لا نريد أن تستخدم اليمن كورقة أمام المفاوض الإيراني على طاولة التفاوض حول الملف النووي الإيراني ما شأن خزان صافر بالنووي الإيراني ما شأن الحديدة بالنووي الإيراني ما شأن مارب بالنووي الإيراني إلا أن جماعة الحوثي عبارة عن مجموعة من الأدوات تريد أن تستخدمها بهذا الشكل يقودها الضابط حسن أيرلو لا شيء آخر أوراق كثيرة تكسبها وتملكها إيران الآن عواصم عربية تملك حزب الله الميليشيات العراقية كما تملك اليمن وسوريا كذلك الدكتور سالم في هذه الحالة لماذا هي مصرة على الاستمرار في التشبث بالحوثيين وبيع الملف اليمني هل إيران مستعدة في مرحلة ما تخلي عن هذه الورقة؟ يعني إيران في الحقيقة أفضل دائما أن أتحدث عن ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران أو الثورة الخموينية لأن إيران كحضارة وكشعب يعني هم لا يعنيهم كثيرا ما يحدث في إيران سياسيا اليوم يعني خاصة من أفعال الحرس الثوري إيران صرفت مليارات الدولارات خلال 42 عاما على تكوين هذه المخالب يعني أو هذه الأذرع سواء كان حزب الله سواء كان بعض المليشيات المنتشرة بين سوريا والعراق أو يعني الذراع الحوثي أيضا في تقديري أنها لن تتخلى عنها بسهولة بمعنى أنها ستستغل هذه الأذرع حتى آخر ورقة بمعنى يعني أنها ستحاول أن تحركها بالطريقة التي تحقق لإيران بعض المكاسب وإذا أردت الحقيقة أو كما أراها على الأقل وربما يختلف معي الآخرون أنا أعتقد أن الجانب الدولي ربما يعني ينظر إلى ملفات المنطقة أحيانا كأنها حزمة واحدة بمعنى أن حديثنا عن النووي الإيراني وموقف إيران في اليمن وموقف إيران من تحريك الفصائل التابعة له والمتخادمة معه وفي مقدمتها المخلب الحوثي في تقدير أن هذا ملفا واحدا وربما يقدم على طاولة واحدة والخوف أن يدفع فيه أكثر من الثمن المستحق بمعنى أن هذه الجماعة لو أن المجتمع الدولي منع عنها بشكل واضح وبشكل دقيق وبشكل محكم تدفق السلاح فستفقد كل معاني قوتها يعني هي مجموعة من الأشخاص يعني عصابات ومرتزقة لا أقل أكثر لا يشكل دولة ولا يشكل النظام ولا يشكل تراتبية سياسية وهيكلية معينة يعني هي عصابة ولكن جملة من الظروف أوجدتها في هذا المكان في الحقيقة والدعم الإقليمي وهو الدعم الإيراني هو الذي أوصل الحوثي إلى هذا الصوت الذي يلعب به اليوم في أمن واستقرار المنطقة سيد أسامة لماذا تتمسك إيران بالحوثيين وباليمن؟ هل لأنها الجبهة الأرخص والأسهل؟ أم لأن اليمن مؤثر على حلفاء واشنطن؟ هي نقطة هامة وهذا سؤال مهم جدا طبعا اليمن لطالما استخدمت كمنطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية والاستهداف المشروع العربي اليوم إيران تفهم هذه الأهمية تفهم أهمية اليمن وبعدها في الأمن القومي السعودي تحديدا وفي القزيرة العربية نحن قاء إلينا الأتراك قاء البريطانيين قاء السوفيت وكلهم كانوا يستخدمون اليمن لذات القرض مناوشة المملكة العربية السعودية والآن إيران فقط تستخدم الحوثيين لهذا القرض لا أكثر ولا أقر مليشيا الحوثي التي اليوم تسيطر على الدولة اليمنية ولا تقدم أي شيء من التزامات الدولة تقوم بالقباية من كل شيء حتى في إيقارات المنازل تتدخل وتأخذ إيقار شهر لكنها لا تقدم أي شيء للمواطن اليمني لا مرتبات لا كهرباء لا خدمة هي في الأخير اجتمعت عصابه ومرتزقه وأجندة دولية تريد أن تستهدف العرب من خلال اليمن لا أهمية لليمنيين ولا أهمية للسلام في اليمن ولا أهمية للدولة اليمنية يريدوا فقط مناوشة المملكة العربية السعودية ولنعود إلى مذكرات كل المسؤولين سواء السوفيت أو البريطانيين وجميعهم يتحدثوا بأنهم كانوا فقط يستخدموا اليمن كمنصة لمناوشة المملكة العربية السعودية نعم كنت معنا من عدن وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي ومن الرياض كان معنا دكتور سالم اليامي مستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والأستاذ في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة أكدت المتحدثة باسم البينتاجون في تصريحات للحدث اتزام واشنطن بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات التي شنها الحوثيون عبر الحدود وأكدت أن هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتحبط كل مساعد تحقيق السلام والاستقرار أوضحت المتحدثان الولايات المتحدة الأمريكية تتابع العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وتعمل أيضا على إحياء الجهود الابنوماسية لإنهاء النزاع في اليمن ومن جانبه عبر السيناتر الجمهوري لينسي جراهام كذلك عن تفاؤله من المبادرة السعودية في اليمن وثمنا الجهود التي تبدلها الرياض وإدارة الرئيس بايدن في اليمن كما رحبت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات للحدث أيضا بالمبادرة السعودية واصفة إياها بالخطوة الإيجابية في مصاري السلام داعية كل الأطراف للعمل مع المبعوث الدولي والتطبيق الفوري لوقف إطلاق النار وحدث اليوم الصمر وفيه أيضا المبعوث الأمم إلى ليبيا يطالب باحتماد إطار دستوري واضح لإجاء الانتخابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن عن قلقه العميق إذا التقارير حول استمرار وجود عناصر الجنبية في سرتي ومحيطها وسط ليبيا مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبية أو أنشطتها في وسط ليبيا وفي أول إحاطة له أمام مجلس الأمن افتراضيا منذ تولي مهامه أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يانكوبيتش على دعم الأمم المتحدة وبحثتها في ليبيا للأولويات التي حددت السلطات المؤقتة الجديدة في البلاد وصولا إلى الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر العام الحالي أكد يانكوبيتش على ضرورة احتماد إطار دستوري وقانوني واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية موضحا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا بالفعل إلى توافق مبدئي حول ذلك الإطار تؤيد بعثتنا في ليبيا الأولويات الأساسية التي حددتها السلطة التنفيذية المؤقتة ورئيس وزرائها الدبيبة ونحن مستعدون لدعم هذه الأولويات التي من بينها إعادة توحيد البلاد ومؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإصلاح المنظومة الأمنية ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة دمج أفرادها إضافة لتوفير الخدمات الأساسية للليبيين وفق نظام غير مركزي ومواجهة جائحة كوفيد-19 وضمان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتنظيم الانتخابات الوطنية في الرابع والعشرين من ديسمبر بعد الحصول على التطمينات الأمنية من اللجنة العسكرية المشتركة تم انعقاد جلسة مجلس النواب في سرط وتنظيم هذه الجلسة أجبر المقاتلين الأجانب والمرتزقة على إعادة التموضع في سرط ومحيطها وهما سمح بإعادة فتح مطار القرضبية لوصول أعضاء مجلس النواب إلى سرط ولكن هؤلاء المقاتلين لا يزالون موجودين في البلاد وحتى في محيط المدينة ومن شأن انسحابهم من ليبيا في حال تم أن يساعد على إعادة ضمان وحدة ليبيا وسيادتها ولأم الجراح التي نتجت عن سنوات من الفتنة الداخلية والنزاع والتدخلات الأجنبية ننس دعما قويا وواسعا في البلاد بما في ذلك من فئة الشباب لتنظيم انتخابات جامعة في الرابع والعشرين من ديسمبر وعلى السلطة تنفيذية المؤقتة الجديدة ومؤسسات الدولة التركيز على هذا الموضوع ولكن كي تجري الانتخابات هذه لا بد من اعتماد إطار دستوريا وقانونيا واضح للانتخابات التشريعية والرئاسية وقد توصلت اللجنة الدستورية التي أنشأها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق في الثاني عشر من الشهر حول القاعدة الدستورية المقترحة للانتخابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل هذه التطورات الليبية نضم إلينا من غازي الدكتور علي تكبالي نائف البرامان الليبي وعضو لجهة الدفاع والأمن القومي السيدة تكبالي أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم مرة أخرى دكتور تكبالي اليوم يانكو بيشتحدث عن عديد من النقاط والتحديات في وجه السلطة التنفيذية الجديدة لنتأمن مسألة منصب وزير الدفاع هذا المنصب ما زالت شغلا إلى غاية الآن مع ناء اللافي ونائب رئيس المجلس الرئاسي كان قال أن العديد من الشخصيات قدمت سيرا ذاتية ولكنها رفضت لأنهم لم يجدوا الأشدر إلى غاية الآن ما الذي يعاقد حل هذه المغضلة؟ منصب وزير الدفاع من أكثر المناصب حساسية في ليبيا لأن هناك جهتين يريدان أن يحصل على هذا المنصب وكما نعلم أن هذا التنافس شديد بين هاتين الجهتين ولا أعتقد أن السيد إبيبي يستطيع أن يدلي بأكثر مما فعل وقد احتفظ لنفسه بوزارة الدفاع حتى يحاول أن يحصل على موافقة هذا الطرف أو موافقة هذا الطرف وترضياتهما وكما نعلم أن كل هذه الحكومة هي حكومة طردية وحكومة محسوبية وحكومة قبلية وجهوية فلابد أن يكون منصب وزير الدفاع كذلك وسوف نرى ماذا يحدث وهي المعضلة الكبرى كما أراها نعم بالإضافة إلى منصب وزير الدفاع هناك معضلة أخرى أمنية تتعلق بالقائد الأعلى للجيش لغاية الآن من يقوم بهذه المهام هو السيد اللافي هل يمكن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية كونه يمكن أن يمكن بالطريقة التي قاموا بها مع مجلس النواب ومع جماعة الخمسة وسبعين إما أن يترك لأولئك الذين يريدون أن يحضوا بكل شيء فلن يكون هناك حلا لهذه المعضلة نعم ولكن سؤال الأهم الآن كانت المجلس الرئاسي قبل حسم هذه المسألة واختيار القائد الأعلى للقوات المسلحة أو الاستمرار في أن تكون منصلاحيات اللافي هل يمكن الحديث أيضا عن اتصال بين رئاسة مجلس الرئاسي وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أولا دعيني أقول لك عن السيد اللافي السيد اللافي لم يكن أصلا عسكريا ولا يعرف معنى العسكرية أصلا فكيف يكون القائد الأعلى للجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي بسرية تامة نائب المجلس الرئاسي نائب المجلس الرئاسي على المكتب وليس في الميدان وليس في القائد الأعلى للجيش أنت تعلمين أن القائد الأعلى بالجيش بيده جميع مقاليد الأمور وهو الذي يقول هذه حرب أو لا وهو الذي يهجم أو لا يهجم فلا عرف أن السيد اللافي كان في يوم من الأيام حتى في التجنيد الإسلامي لم يكن هناك نعم فيما يخص مسألة توحيد الجيش ولكن دعنا نشرك الآن في النقاش سيد تكبالي دعنا نشرك من العاصمة الليبية الضيف الكريم من أطرابلوس الكاتب والبحث السياسي سنوسي اسماعيل سيد سنوسي اسماعيل أهلا بك على شاشة الحدث مرة أخرى وفي برنامج حدث اليوم كنا نتحدث مع سيد تكبالي حول المعويقات الأمنية في البداية منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى القائد الأعلى للجيش في مسألة القائد الأعلى للجيش وهي المهام الآن التي تحت إدارة سيد الله في نائب رئيس المجلس الرئاسي هل يمكن الحديث عن تنسيقه مع الجيش الليبي قيادة خليفة حفتر ومع القوات المسلحة لتوحيد الجيش هل هذه المسألة ممكن أن تحل قريبا؟ تحييلك طيبة ولضيفك ولكل أستاذ المشاهدين الجميع يعلم بأن المسألة في ليبيا تتعلق بانقسام سياسي وحرب ضاحنة كانت بين عسكري من الجهتين ومن يساندهم وأصبح لدينا المسار العسكري خمسة زايد خمسة وإلى آخره ولدينا المسار السياسي الذي انبثقت منه سلطة تنفيذية هذه السلطة تنفيذية فيها مجلس رئاسي الثلاثي هو المخول بأن يكون أو أن يحوز على صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي لذلك أعتقد بأن هذه المسألة هي مسألة مدنية بالأساس ليست يعني عسكرية حرفية لأن قرارات اتخاذ الحرب والسلم وإلى غيره عادة ترجع تعود دائما إلى رئيس البلاد ورئيس البلاد في هذه الحالة طبعا هو المجلس الرئاسي الثلاثي ونتيجة أنه هناك ظروف معينة في ليبيا الجميع يعلمها يعني جاء هذا المجلس بهذا الشكل ثلاثي ونتمنى حقيقة أن نصل إلى انتخابات ليكون لدينا رئيس واحد وفق الدستور مستفت عليه وأعتقد بأن هذه المسألة يمكن أن نفهمها في إطارها الواضح وهو أن الموضوع الآن أن الليبيون مسنودين بالمجتمع الدولي وبقرارات وبمؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن بالخصوص أصبح الأمر أن ليبيا تتجه إلى الحل السياسي ولم يعد هناك مجال لأي حروب أو عملية عسكرية أو ما شابه إلا في حالة الحاجة لها ضد تنظيمات والبحثة الأممية تتحدث معكم سيد سنوسي اسماعيل في نفس الإطار البحثة الأممية تشدد اليوم على ضرورة الإسراح في وضع الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل كما تحدثت عن فرضيات هل يمكن أن يذهب الليبيون إلى استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري 2017 للقيام على أساسه بانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيد سنوسي اسماعيل هناك الحقيقة جدل كبير فيها كنت حقيقة ربما في هذه الوقت المتاح الذي في حلقتكم لا يسمح بكثير من التفاصيل ولكن بشكل عام هو لدينا خيارين هناك الاستفتاء على مشروع الدستور وفي حالة قبوله بنعم يكون هو أساس الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر وفي حالة تعذر ذلك نتيجة الوقت أو نتيجة الظروف أو نتيجة مثلا فرضا قامنا الاستفتاء ورفضا من قبل الشعب وهذا أيضا أمر متوقع لأن قانون الاستفتاء فيه يعني إشكالية لذلك أعتقد بأن سنلجأ في حنائد إلى القاعدة الدستورية القاعدة الدستورية الآن فيها يعني توافق كبير يعني أعتقد بين ما الذي تقصده بالقاعدة الدستورية لأن البحثة الأممية تتحدثت عن مقرارات أعذرني على المقاطعة أعذرني على المقاطعة البحثة الأممية تحدثت عن أمر آخر في حال تعذر الاعتماد على الإعلان الدستوري 2017 تحدثت عن ما سمته بمقرارات لجنة فبراير 2014 نعم مقارات فبراير هي طبعا لا تسلح أن تكون مباشرة هكذا قاعدة الدستورية ينقصها طبعا أن يتم جديد إدخالها في الإعلان الدستوري وأيضا إدخالها في تشريعات وقانون انتخاب وإلى آخره يعني الأمر يحتاج إلى شغل كله يتعلق بمجلس النواب وإذا لم يتمكن مجلس النواب حسب المسار السياسي الذي انبثق بعد موته من برد سيذهب هذا الاختصاص إلى ملتقى الحوار السياسي بصفته طبعا يعالج الخروقات وفق المادة 64 من إدفاق السياسي الخروقات التي تحصل في البلاد والانسدادات وربما هذا يكون أحدها يعني لا يتمكن مجلس النواب من معالجة هذه المسألة إذن هذه المسألة حال إلى سيد التكبالي ما القاعدة الدستورية التي يمكن أن تجرى على أساسها الانتخابات نتحدث هنا عن إعلان الدستوري 2017 أم عن مقررات لجة فبراير 2014 وكيف أنا لا أعتقد أن الدستور سوف يستفتع عليه كما قال ضيفكم الكريم ولكني أعتقد أن مجلس النواب سوف يناقش الإعلان الدستوري ويحاول أن يصلح ما فيه ولربما يكون هناك حل قبل الـ 24 ديسمبر التي يتكلمون عليها أنا استمعت إلى السيد المندوب الدولي نعم أحتاج خمس دقائق على الأقل ليقول ما دعا لهذه الحكومة أن تفعل الخمس دقائق هذه بخمسين سنة في الفعل الحديث الحقيقي فإذا هذه الحكومة مظلومة وهي لن تستطيع أن تقوم بكل ما يريدونه منها وأعتقد أن الموعد 24 ديسمبر موعد خيالي ولا يمكن أن يحدث لماذا؟ كما قلت لك هناك طلبات كثيرة على هذه الحكومة كي تقوم بها وهي حكومة لم تعطى إلا سبعة أو تمانية أشهر فهذا ظلم كبير هل يمكن أن تؤسس إطار قانوني وتجرى انتخابات ومسائل معقدة ترحل للحكومة المنتخبة لاحقا بينها القوات الأجنبية؟ نحن نتكلم عن موضوع خاضه الليبيون منذ حوالي عشر سنوات ولم يكملوا فهم يريدون من هذه الحكومة أن تفعله في ستة سبعة أو تمانية أشهر أنا أقول هذا أمر خيالي وأمر سوف لن يحدث نظاما ولكن سيحدث فوضى كبيرة ولربما هذا هو المطلوب المطلوب الفوضى في البلاد وهو من يطلب ذلك؟ نحن نتكلم عن الفوضى الخلاقة وسمعناها من الكثير ثم نأتي بها من بنات أفكارنا السيد السنوسي كان يتحدث سيد تكبالي عن بعض المعوقات معوقات زمنية ومهام كثيرة لهذه الحكومة بينها مهمة مهمة ذكرها يانكوبيتش اليوم إخراج القوات الأجنبية قال لا تغير الآن فقط القوات الأجنبية أعادت التموضع بعد اجتماع مجلس النواب في سرط هل يمكن لهذه الحكومة وهذه السلطة التنفيذية الجديدة أن تحسم هذه المسألة؟ أم يجب أن ترحل؟ الحكومة المقبلة المنتخبة برغم التمني من الجميع أعتقد أن السيد السنوسي سيد تكبالي أعذرني على المقاطعة ولكن سؤالي لسيد السنوسي أعتقد سيدتي بأن هذا الموضوع موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل عام هو مسؤولية ليس فقط على الحكومة الحكومة ومجلس النواب والدولة والمؤسسات الليبية وأيضا على المجتمع الدولي وبالأخص الدول التي اجتمعت في مؤتمر برلين والتي أكدت على ضرورة استعادة سيادة الدول الليبية وأن يتم إخراج كل القوات الأجنبية وإلى آخرين هذه المسؤولية أعتقد بأنها مشتركة لا يمكن حقيقة أن نحمل الحكومة فقط وإن كان دور الحكومة أساسي كيف تتحقق؟ نعرف الدعوات المجتمع الدولي ودعوات الليبيين السيد السنوسي المعنية بهذه المسألة كيف تتحقق هذه المسألة؟ كيف يخرج الليبيون للقوات الأجنبية من بلادها؟ طبعا زي ما قلت لك هي مسؤولية دولية مشتركة مع ليبيا ليست فقط ليبيا بإمكانها أن تخرج كل هذا الكمل هائل من القوات التي يعني آخر شيء ممكن التفكير في عملية إخراجها بالقوة طبعا هذا أمر ربما يدخل المنطقة كلها في أتون حرب جديدة ودولية تقصد تفاهمات حتى حرب محلية لذلك أعتقد بأن سيد سنوسي تقصد تفاهمات معالج دبلوماسيا وسياسيا عبر الأطر التي نظمت العملية في ليبيا وأوقفت الحرب وهي أقصد بها مؤتمر برلين وما تبعه من قرارات دولية وكذلك المسار السياسي الذي أنتج هذه الحكومة وطبعا تعرف سيدتي بأن هناك التزام يقع لعاتق الدول التي داخلها في الملف الليبي سواء كانت الدول الجوار أو الدول العظمى في مجلس الأمن أو إلى آخره لابد أن يكون هناك مسؤولية مشتركة ويحققها الجميع لأن يبدو لي بأن هناك مصلحة أوروبية وأمريكية وعربية في أن تعود ليبيا على الأقل إلى مستوى السيادة ومستوى الاستقلالية شكرا في قرارها وفي استعادة السيطرة على الأراضي من قبل جيش ليبي موحد وليس في وجود قوات أجنبية يمكن أن يتحقق ذلك هذا النقاش مهم ولكن للأسف انتهى الوقت المخصص للمقابلة كنت معنا من العاصمة الليبية طرابلوس الكاتب والبحث السياسي سنوسي سماعيل وكان معنا من بنغازي الدكتور علي تكبال النائف البرلماني اللي بيعض لجهة الدفاع والأمن القومي شكرا جزيلا لكم معا بينا فرز نحو 90% من الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية أن نتنياهو كما خصومه لا يملك أغلبية 61 نائبا وهي الحد الأدنى المطوب لتشكيل حكومة حيث حصلت كتلة نتنياهو على 52 مقعدا على الأقل وقد تصل إلى 59 في حال انضمام حزب يميني لها في مواجهة 52 مقعد لكتلة المعارضين لكن انعدام الحسم يبقى شبح انتخابات خامسة يبقي هذا الشبح مثلا أمام الإسرائيليين بعد فشل الرباعي لنتنياهو أو خصومه في حسم الانتخابات بشكل واضح بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات المشهد الانتخابي الإسرائيلي ازداد تعقيدا لا وضحا اجتياز حزب العربية الموحدة نسبة الحسم كانت دراماتيكيا وعاد خلط الأوراق في ظل تراجع القائمة المشتركة الكبير فبات هو بيضة القبان وليس حزب يمينة يحتاجه نتنياهو داعما خارجيا لتشكيل حكومته الضيقة تماما كما المعسكر المعارض معضلة نتنياهو أن الحكومة التي يريد أن يشكلها هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل وتضم حزبا متطرفا وقد لا تقبل أطرافها أي تعاون مع حزب عربي وهي ورقة سيحاول من خلالها استقطاب منشقين عن أحزاب أخرى وإلا فأن الانتخابات الخامسة في الانتظار وردالك الإمكانية هي إما إمكانية الدعم من قبل منصور عباس أو الذهاب إلى انتخابات خامسة في شهر ربما أيلول كتلة نتنياهو تقف عند 52 مقعدا وكتلة خصومه حققت 56 مقعدا لكن حضوضه تبقى أقوى لتشكيل حكومة بيد أن مأزق الحكم وحال الشلل لن ينتهي رغم هيمنة اليمين على الكنيسة بحكومة لن تعمر طويلا على الأغلب أربع جولات انتخابية في خلال أقل من عامين تنتهي إلى نتيجة مشابهة لا حسم لجهة بقاء أو رحيل نتنياهو لكنه يبقى المتحكم شبه الوحيد بالمشهد السياسي في إسرائيل الذي من فك يدور في فلكه زياد حلبي الحدث القدس الغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وينضم إلينا من القدس المحرر السياسي شلوبوغا نورلي مناقشة كل هذه التطورات ولكن قبل ذلك نشير إلى تصريح لوزير خارجي الأمريكي من بروكسيل حيث يلتقي أو التقى بنظرائه الأوروبيين أو نظرائه عفوا في حلف الناتو إذن وزير الخارجي الأمريكي يبدأ جولة مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول إيران والمنطقة الملف النووي الإيراني والمسألة الإيرانية متفاعلة بالتأكيد أوزير الخارجية في هذا الإطار سيقود الخارجي الأمريكي سيقود جولة مباحثات مع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى نرحب بضيفنا الكريم سيد شلوموغانور سيد شلوموغانور في التطورات السياسية الإسرائيلية فيما يخص الانتخابات أعلن نتنياهو مبكرا فوزه ما الذي يعني هذا الإعلان؟ هل هو دقيق في تصريحه وفي إعلانه؟ لم يعلن عن فوزه بل أعلن أنه حق إنجازا كبيرا ولم يعلن عن انتصاره في الانتخابات أو عن فوزه في الانتخابات وذلك من منطلط معرفته أنه لم يحصل على الأغلبية الكافية والمطلوبة لتشكيل حكومة ائتلافية راسخة كما كان يتوقعها عندما بدأ الاستعدادات للجولة الرابعة من الانتخابات من هنا كان التحفظ الليلة الماضية عندما وصف الإنجاز النتائج كإنجاز وليس كانتصار ولكن هذا الانجاز الذي يتحدث عنه هل يمكن القول أنه سيؤسس بالفعل إلى فوزه وتشكيله لحكومة؟ أم يمكن للحزاب الأخرى أن تعقد تحالفات تقطع الطريق عليه؟ هذه الاحتمالات واردة كلها بالحزبان ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار مدى تركيبة كل معصقر ومعصقر ومدى إمكانية إيجاد أدنى قاسم مشترك يجمع سواء المعصقر اليميني الديني وأيضا المعصقر اليسار والوسط فنجد أن هناك تنقضات بين أقطاب وفعليات هذه المعصقرات ولذلك أعتقد أنه من الصعب أن يكون والوصول إلى اتلاف حكومي ولكن مع ذلك هناك عدة سيناريوات واردة في الحزبان قبل الإعلان عن الطريق المسدود وفي الحياة السياسية طبعا هناك لا حدود للمنورات السياسية السيناريو القرابل للتنفيذ ربما هو اعتماد نيتانياهو على ميزان اللسان الميزان نفتلي بنيت والاعتماد من خارج الحكومة على منصور عباسة زعيم حزب القائمة المشتركة أي أن تقوم القائمة المشتركة بدعم حكومة أقلية برئاسة نيتانياهو طبعا مقابل بعض الهدايا بين كوسين التي يقدمها نظام الحكم لمن يؤيده هذا هو السيناريو القرابل للتنفيذ بالرغم من أن بعض العناصر في داخل بعستر اليمين تتحفظ من أي تعاون مع الأحزاب العربية ولكن مساء اليوم أعلن رئيسة لإتلاف الحكومي السابق بأن هذا التحفظ غير قائم الآن في دوء صورة الوضع إذن حضوض نيتانياهو الآن أقوى لتشكيل هذه الحكومة بحسب الكثير من المراقبين وأنت منهم سيد شلومو في المقابل هناك حديث عن إمكانية تحالفه مع أحزاب متطرفة مع أنه كان ينوي أن يشكل حكومة يمينية هل يمكن أن تؤثر أو يؤثر هذا المصار على تعامل الدول الغربية مع هذه الحكومة؟ نعم من هنا حولت نيتانياهو وجهد الكبير لتجنب هذه المواجهات مع الدول الغربية وأيضا في تلطيق صمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية مع إشراك في حال إشراك عناصر فاشية متطرفة من اليمين الديني المتطرف من هنا مسائيه لتضم عناصر أخرى من داخل الاتلاف أو من داخل المعارضة أي منشكون واتناعهم بالانضمام إليه والعودة بمن انشق عن حزب الكوب بالعودة ثانية إلى أحضان الحزب الأكبر اللي كود هذه إمكانية واردة في الحزبان وزالت تحسبا لصمعة إسرائيل لمكانة إسرائيل وأيضا لعدم توقيت نشاط نيتانياهو اعتماده على عناصر متطرفة داخل الاختلاف الضيق ما إذا أقدم على تشكيل حكومة ضيق شكرا ميناء القوز كنت معنا المحلل السياسي شلومو جانور السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البداية كانت حدثا هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثا هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك أين كان الحدث؟ أينما كان وقت ما كان كنا فعليا هناك على الأرض في موقعها لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بسة إخباري متفقل لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب مهمة تبدأ ولا تنتهي رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان مولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران عن ضحايا للغدر سقط لم يغني عنهم فرار ولم تظهر خيف على أخواتي لأن الأصغار بس وإذا هم كان خوف يقولوا على أمن وبي أولى المشكلات التي بدأت تظهر على السطح هو مكان تواجد الحكومة في طرابلوس التي محمية هي الآن من الميليشيات هل تظنين أن هؤلاء سوف يبقون عام لو نجحوا؟ هؤلاء سيبقون عشرين سنة؟ ستكون هناك تحالفات على أسس قبلية أغلب هذه الأسماء أتاني الرحم هذه الميليشيات كيف ستكون هذه الهياكل الجديدة مستقلة في قرارها؟ المجتمع الدولي فرض علينا فرضاً فائز السراج ثم تركه وحيداً في صحراء الميليشيات ما هي ضمانات عدم تدخل الدول المؤثرة لإفشال هذه التفاهمات؟ أدعو الجميع دون استثناء إلى الاتفاق حول هذه الحكومة حتى أمراء الحرب الآن يرفضونه بقوة تسليم السلاح بل وحتى الاعتراف بمخرجات جينيف هل الأزمة الليبية تقترب من نهايتها؟ لا شيء أكيد في المشهد الليبي دائماً ننتظر المفاجآت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم في الساعة الثانية من حدث اليوم قصتنا الأولى كانت يمنية وفي تفاصيلها الاتحاد الأوروبي يعتبر مبادرة السعودية خطوة في مصاري السلام والبنتاكون يتحدث عن جهود دبلوماسية لإنهاء النزاح القصة الثانية الليبية وفي تفاصيلها الأمم المتحدة قلقة من تواجد القوات الأجابية في محيط سر وتطالب برحيلها وأدعوات لإطار دستوري مواضح لإجراء الانتخابات أما قصة الثالثة في إيرانية وفي تفاصيلها واشنطن مصرة على اتفاق صلب يقوض برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي ومجلس التعاون يطالب بالمشاركة في المفاوضات القصة الرابعة للجهود في تفاصيلها دياب يقول أن تشكيل الحكومة تحول إلى أزمة وطنية تجاوزة المنطق وحزب الله يلوح بالفوضى السلام عليكم المفاوضات المرتقبة مع إيران حول ملفها النووي رغم عدم وضوح أي موعد لانطلاقها تبدو المواقف حولها أكثر تشددا خاصة من قبل الإدارات الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وخلال مباحثات مع نظرائه الأوروبيين قال إن بلادها تتطلع إلى اتفاق صلب يشمل الصواريخ البريسية ونشطات إيران المزعزة على الاستقرار يأتي ذلك في وقتنا كدفيئة من عام مجلس التعاون الخليجي على أهمية مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني وأن تشمل قضايا تفاوض الصواريخ البريسية وهجمات المسيرات وأمن الملاحة وسلوك إيران المزعزة للاستقرار في المنطقة في المقابل وفي موقف يبدو متراجعا أكد الرئيس الإيراني حصر حاني أنه سيعود إلى الاتفاق النووي رغم أعوام الحاضر الثلاثة دون طرح لموضوع التعاوضات كما أكد أن حكومته لن تفوت دقيقة واحدة لرفع العقوبات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة عقدت اجتماعا ليلة أمس مع شركائنا في مجموعة الثلاث المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كلنا على وفاق حيال إيران وحيال مصالحنا المشتركة فيما يخص انخراطها في المصار الدبلوماسي للامتثال الكامل بالتزاماتها المدرجة في خطة العمل المشتركة مرة أخرى نحن مستعدون للانخراط في هذا المصار وإلى اليوم رفضت إيران لكن سنرى ما سيحصل في الأسابيع القادمة فيما يخص إيران أوضحنا بشكل جلي أن مصار الدبلوماسي مفتوح وكما أشرتم عندما اقترح الاتحاد الأوروبي جمع كافة المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة لبحث إمكانية العودة للامتثال بالخطة فقد وافقنا وإلى اليوم قررت إيران عدم الانخراط كما قلنا الكرة في ملعبهم لمعرفة ما إذا قرروا المضي في مصار الدبلوماسية والامتثال للاتفاق وإذا ما حصل ذلك فسنسعى لبناء اتفاق أطول وأقوى وكذلك الانخراط في مساء الأخرى قامت بها إيران ونجمت عن إشكاليات مثل زعزع الدول المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية وغيرها ولمناقشة كل هذه التطورات الإيرانية نضم إلينا من رياض رئيس المحادة الدولي لدراسات الإيرانية دكتور محمد السلامي ومن واشنطن فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة البداية من رياض من الدكتور محمد اليوم بلينكين وزير الخارجية الأمريكية يقول أن أي مفاوضات يجب أن تكون أن تصل إلى اتفاق صلب وأن تشمل الصواريخ الباليستية ونفوذ إيران في المنطقة وبالتأكيد دورها المزعزع في المنطقة إلى أي حد يعتبر هذا تصريح موقفا أمريكيا متقدما ومهما؟ مساء الخير عليكم المشاهدين المشاهدات وعلى ضيفك من واشنطن ليس بذلك تقدم من صح التعبير هو ربما يأتي في إطار استمرار الموقف الأمريكي من ضمن تصريحات السابقة خاصة إدارة بايدن أنها تريد أن تأتي بما يسمون باتفاق أكثر ذكاء وتدخل في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية من جانب وسلوك إيران العدائي في المنطقة من جانب آخر وأشارت دائما إلى أن هذه النقطة تأتي في ظل الهواجس الإقليمية وأيضا محاولة تصحيح بعض الأخطاء السابقة هذه نقطة أساسية النقطة الأخرى التي ربما هي تساهم في هذا التبلور هذا الموقف الأمريكي بشكل أكبر هو التناغم الأوروبي الأمريكي الجديد في السابق ندرك جميعا ونتذكر أنه لا كان خلاف واضح كان بين إدارة الرئيس دولاند ترامب من جانب والثلاثة الأوروبي من جانب في عدة ملفات وانعكس ذلك سلبا من وجهة نظري على الموقف من الاتفاق مع إيران والسلوك الإيراني في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية بعد نتاج انتخابات الجديدة وجدنا تحولا كبيرا في الموقف الأوروبي وهو في وجهة نظري دفع بالإدارة الجديدة في واشنطن إلى تبني هذا الموقف بشكل أكثر وضوحا كل هذه تقودنا إلى نقطة الموقف الأوروبي فقط دكتور محمد الموقف الأوروبي فقط أم أنها الولايات المتحدة الأمريكية أخذت مخاوف الحلفاء في المنطقة على محمل الجد ورأت زعزعة الاستقرار في المنطقة نعم أنا ذكرت ذلك قبل قليل أن هواجس المنطقة أخذتها الإدارة الأمريكية الجديدة وقد أشارت بالاسم إلى ضرورة مشاركة هذه الدول وبخاصة المملكة العربية السعودية في أي اتفاقات ومفاوضات قادمة وجدنا هناك رفض إيراني لمثل هذه المبادرة وجدنا أيضا الجانب الفرنسي ماكرون قد أكد على ذلك في أكثر من رسالة وأيضا الثلاثة الأوروبي بشكل عام وضرورة دخول دول المنطقة دول التماس مع إيران والمتضررة بشكل كبير من السلوك الإيراني في أي مفاوضات قادمة وبالتالي هذا التبلور الجديد جعل هناك ضوط على إيران وقد نتحدث عن ذلك فيما يتعلق بتصريحات روحانية اليوم وهي مثيرة للاهتمام الحقيقة لكن في المجملة أنا أعتقد هذا الموقف يشكل ضغطا على إيران أكثر في ظل أيضا التصريحات المهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيدها على الخداع الإيراني المستمر خلال الفترة الماضية وقد نتحدث عن ذلك باستفادة أخرى خلال الحديث نعم في الشق العربي والخليجي سنعود إليك الدكتور محمد لاحقا ولكن فيما يتعلق بالأمريكيين والمواقف الجديدة سيدك فيليب اليوم اللهجة الأمريكية تبدو أكثر تشدد نحو الإيرانيين إلى أي حد بالفعل مثل ما يقول الدكتور محمد تناغم الأوروبية الأمريكية الجديد والتفاهم حول الإيرانيين هو من دفع الأمريكيين إلى هذا الموقف الجواب البسيط لسؤالك الثاني هو الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020 فرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران ورئيس بايدن يفضل العودة إلى الاتفاق بموجب بعض الشروط وأعتقد أن هذا يمثل تلاقي موقفي الولايات المتحدة وأوروبا لو عدنا إلى عام 2018 كان الأوروبيون يدعمون اتفاق أطول مدة وأقوى بينما تبقى الأطراف داخل هذا الاتفاق لكن دارت ترامب ذهبت في اتجاه مختلف إذن صحيح هناك تلاقي للموقفين الأوروبي والأمريكي وكما قال الوزير بلينكين فإن الكرة الآن هي في ملعب إيران وأعتقد أن لدى إيران رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي ولكن هناك تردد لمناقشة قضايا تتجاوز الاتفاق ولذلك فإن إيران رفضت الخوض في أي مفاوضات جديدة نعم في هذا الإطار دكتور محمد فالجلس التعاون الخليجي كان طالب بأن يشمل أي اتفاق مرتقب حول النووي الإيرانيين يشمل الملفات المهمة بالنسبة للمنطقة الصواريخ الباليسية ونفوذ إيران والسلوك المزعزة للاستقرار هذه الملفات بالتأكيد هي مهمة للمنطقة العربية ولكن هل تعتقد فعلا بأن إيران مستعدة للتفاوض حول هذه الملفات للتخلي لاحقا عنها؟ يعتمد على مدى الحقيقة المواقف الثابتة والراسخة من جانب من مجموعة خمسة زايد واحد وبخاصة الاتحاد الأوروبي والثلاث الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هذه في غاية اللهمة إذا أكدوا على ذلك سنجد أن الإيرانيين سيوافقون بشكل أو بآخر حتى وإن وجدوا حلا وسطا مرحلي حتى نصل لهذه المرحلة لأن هذه النقطة كانت يتم مناقشتها قبل اتفاق 2015 ولكن لم نصل إلى هذه المرحلة حسب مزاعم دارة أوباما الآن المرحلة هذه إيران تنظر إلى البعد الاقتصادي هي في ضائغة اقتصادية كبيرة ولا تعول كثيرا على البعد الاقتصادي مع الصين وروسيا وإن كان هناك توافق إلى حد كبير في الرواة لكن إيران تنظر إلى الغرب أكثر منها إلى الشرق وجهة نظره خاصة في البعد الاقتصادي وتريد أن تفعل الاتفاق النووي في بعده الاقتصادي لكن هذا البعد الاقتصادي هو الاهتمام الإيراني الأولوية الإيرانية ماذا عن الأولوية الأخرى التي هي الاتحاد الأوروبي والوية الصواريخ بالنسبة للاتحاد الأوروبي والثلاث الأوروبي أكثر أهمية وجهة نظره من البرنامج النووي الإيراني بالولايات المتحدة البرنامج النووي نحن في المنطقة الأولوية بالنسبة لنا مختلفة وهي السلوك العدائي الإيراني في المنطقة الذي نعيشه في كثير من الدول بشكل يومي أكثر ضرورة وأهمية من الآخرين رغم أهميتهما وبالتالي كلما كان هناك موقفا صلدا وصلبا من إيران كلما إيران تراجعت وما شهدناها اليوم في الموقف الإيراني من تراجع وتجاهل للرئيس روحاني بشكل كامل بشكل كامل لم يشر قراءة تصريحات تصريحات لا لا وجدت أن قراءة تصريحات واستماع تصريحات روحاني أكثر من مرة لم يشر إطلاقا إلى ضرورة عودة الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق نوي بل لم يذكر الأمريكية خلال كلمته في هذا الخصوص ولم يتحدث عن التعويضات سيد محمد دكتور محمد تذكر أن إيران كانت دائما تطالب تعويضات تقول أن تضرر اقتصادية كثيرا يجب أن يجب التعويض إيران لما خسرته خلال ثلاث سنوات الماضية وبعد ذلك نتحدث عن هذا إيران الآن ترجح من خطوة الخلف تقول لن نريد تعويضات نريد تطبيق الاتفاق النووي الشركات الأوروبية لن تذهب للسوق الإيرانية في ظل هذا التردد وبالتالي إيران ستقدم ستستمر يجب أن ترسل المجموعة الأوروبية والمتحدة رسالة واضحة إلى إيران أننا لسنا في عجلة من أمرنا ويجب أن يتم لوصول الاتفاق جيد يضمن عدم تكرار ما حدث في 2018 وانسحاب إدارة أمريكية جديدة أو إدارة أوروبية قادمة ونستمر ضمان مثل هذا الاتفاق ولذا يجب أن يكون من أهم شروط نجاح أي اتفاق قادم أن تكون الدول المتضررة وعلى رأسها دول الخليج والمملكة العربية السعودية ضمن أي خطوات تفاوضية أو حتى مجلس التعاون ممثلا من شخصية واحدة في أي مفاوضات قادمة لأنها هي التي تتضرر أكثر ولأنها بالتماس بشكل مباشر مع إيران وسلوكها العدائي سواء في اليمن أو في لبنان والأردن وسوريا والعراق والبحرين وغير ذلك نعم إذن هذه المطالب كثيرة مثل ما ذكرت الدكتور محمد نعود إلى سيد فليب ما يطلب من إيران بحسب الإيرانيين أو بحسب المسؤولين الإيرانيين كبير وقوي جدا بالتأكيد أتخلي عن البرنامج النووية البرنامج الصاروخي بالإضافة إلى التوقف عن هذا السلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة قد لا يراه الإيرانيون بشكل إيجابي هذا الأمر كيف تقنع واشنطن الإيرانيين بضرورة التخلي عن كل هذه البرامج وعن السلوك هل الحديث عن العقوبات الأمريكية فقط أم نتحدث عن مصار دبلوماسي إن من التحديات فيما يخص العقوبات من منظور أمريكي هو إعادة فرد العقوبات وهذا يمكن أن لا يتحقق إذا عادت إيران إلى الاتفاق النووي ومن ناحية أخرى لدى الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الأخرى ضد إيران باعتبارها راعية للإرهاب فالعودة إلى طاولة المفاوضات ربما تصطدم بالاختيار بين العقوبات التي يمكن رفعها تلك التي تبقى سارية من منظور إدارة بايدن فإن الاتفاق النووي هو ربما حلقة وسطة قد تؤدي إلى مفاوضة قضايا أخرى بين الولايات المتحدة وإيران وغيرها وهناك رغبة للعودة إلى الاتفاق النووي من جانب الإيران والولايات المتحدة ولكن هناك سؤال بشأن القضايا الأخرى وقد قد تكون هناك حاجة لمناقشة قضايا يتم إشراك فيها مجلس تعاول الخليجي أو دول خليجية أخرى والأمر هنا يتعلق بمفاوضات حقيقية وإيران ربما قد تتحدى الدول أخرى فيما يتعلق بسياسات التي لا تروق لها وهذا ربما قد يدفع باتجاه حوار إقليمي واسع لدفع باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي ومناقشة القضايا الأخرى ولكن في الوقت الراهن فإن إيران تنظر إلى الأمر على أنه مليء بالمخاطر دون وجود وعود بشأن رفع العقوبات عنها نعم سيد فليب هل يعني هذا بأننا تجاوزنا المرحلة السابقة التي كان يتم فيها الحديث عن اتفاق نووي زياد اتفاقات ملحقة به تتعلق بالصواريخ الباليستية والنفوذ الإيراني وغيرها ونتحدث في هذه المرحلة عن اتفاق شامل واحد يضم كل الملفات وأطرف جديدة لا أعتقد أن هذين اتفاقين لا يلتقيان ولكن أعتقد أن هذا هو في صلب التردد الإيراني عندما نترك الأمر للديبلوماسية فإن الجانبين يمكن أن يجد سبيل للعودة للاتزام الكامل مع خطة العمل الشاملة المشتركة لكن هناك سؤال بشأن فيما إذا كانت إيران ستحصل على مزايا اقتصادية كبيرة بالعودة إلى الاتفاق النووي ولكن بالمنظور الولايات المتحدة هناك حاجة للعودة للاتفاق النووي ثم بحث القضايا الأخرى لكن لا يبدو أن إيران تريد أن تسير في هذا الاتجاه قد تحصل إيران على مزايا اقتصادية هذا ما يعتقد سيد فليب الدكتور محمد ما شكل الاتفاق الذي يمكن أن يخشى منه أو يخشى منه في المنطقة العربية اتفاق لا يراعي كل المصالح اتفاق يعطيها بعض المزايا على حساب المنطقة ما شكل هذا الاتفاق أولا دعيني يعلق بشكل سريع على ما ذكر صديقنا من واشنطن المنطلقات يتضح جليا أنها مختلفة من واشنطن ينظرون إلى قضية الحوار الإقليمي وقضية أن يكون هناك تفاهمات إقليمية وأيضا يكون هناك اجتماعات بين الدول الإقليمية للخروج بشكل اتفاق أمني أو سياسي أو أئي كان واقتصادي القضية في هذا البقعة من العالم التي نعيش فيها يا أستاذنا الفاضل مختلفة تماما نحن ننظر إلى أن هناك دولة تمول الإرهاب وتزرع الميليشيات في كل مكان وعندما حصلت على الاتفاق النووي التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء وجدناها تزيد من هذا العداء تجاه دول المنطقة حصول الخطأ في 2015 أو قبل 2015 حتى وصلنا الاتفاق لا يعني أن نلتزم بهذا الخطأ ونقول أن هذا الاتفاق قام ولا يجب أن نناقش الملفات الأخرى ما بني على باطل فهو باطل نحن في المنطقة نعتقد أن هذه الثلاث الملفات يجب أن تكون حاضرة في أي اتفاق مستقبل استواء استمر المفاوضات حول هذا الاتفاق الذي يضمن استمرارية أكبر لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات أي أن كان الأهم أن يضمن أن توضع إيران داخل الصندوق ولا تفهم من أي اتفاق أنها ضوى أخضر لها للتمدد في المنطقة هل يمكن الوصول إلى هذا الاتفاق أم تبدو بحسبك دكتور محمد واشنطن مستعجل لو تود اتفاق سريع مع الإيرانيين أوباما كان مستعجلا لأنه كان في آخر أيامه في عام 2015 ويريد أن يخرج بإنجاز أو ما يسمى لأنه فشل في أكثر من ملف وأراد أن يخرج بهذا الاتفاق الهزيل الذي ثبت هزله وضعفه ولذلك نحن نتحدث عن فشل هذا الاتفاق حتى لا نكرر الخطأ مرة أخرى ونقع في ذات الخطأ يجب أن لا نستعجل خاصة أن المستعجل هو الجانب الإيراني وليس الجانب للولايات المتحدة الأمريكية نعم أمريكا لديها الصين وروسيا ولويات أخرى لكن لا يجب أن تستعجل في أي اتفاق حتى تتفرغ الملفات الأخرى يجب أن يكون أي اتفاق قادم يضمن هذه الثلاث ملفات معا وما عدا ذلك سنعود ونكرر نفس الأخطاء وسوف نعود مرة أخرى لناقش ذات الأخطاء وسنرى إيران تتمدد أكبر بشكل المنطقة وهناك ميليشيات إيرانية أكثر في المنطقة وسيقود ذلك للأسف الشديد إذا تخلت القوى الأوروبية والأمريكية عن مسؤولياتها في حماية أمن المنطقة وخاصة التدفق الطاقة سنجد أن هناك منطقة ملتهبة أكثر منها الآن وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا شكرا من الرياض كنت معنا رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية دكتور محمد سلمي ومن واشنطن فيليب كراول المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لكم وأحدث اليوم مستمر وفيه أيضا حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن في عبريل المقبل لبحث انسحاب القوات الأمريكية من العراق صور أرقام وأخبار في يومك كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقاء أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلا بكم من جديد وجود القوات الأمريكية في العراق طالما كان ما طار الجدلين خاصة في أوساط الميليشيات الموالية لإيران والتي ترى فيه تهديداً لها بغض النظر عن دورها الذي أسهمت فيه بدحر تنظيم داعش الجدل حول هذا التواجد امتد للبرلمان وأصبح تشريعاً يطالب بموجبه النواب الحكومة بتقليص هذا الوجود الحكومة العراقية التي أكدت مراراً أن القرار تواجد القوات الأجنبية حصري لها أرسل الطلبة الرسمية للإدارة الأمريكية لتحديد موعد لاستئناف المحادثات الاستراتيجية بشأن العلاقات الثنائية وانسحاب القوات القتالية المتبقية في البلاد وأتهدف المناقشات لتحديد مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية في المقابل أعلن تحالف الفتح بزعامة هذه العامل عن ترحيبه بالحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن لكنه وضع عدة شروط لموافقة عليه ليكون الهدف الأساسي من الحوار المرتقب هو تطبيق قرار المجلس النواب العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية وأمن أي تدخلات خارجية أمريكية في الشؤون الداخلية وكان البيت الأبيض أعلن أن الحوار سينطلق في أبريل المقبل موسيقى موسيقى من واشنطن ينضم إلينا البحث السياسي العراقي الدكتور هيثم نعمان الهيتي لمناقشة كل هذه التطورات الدكتور هيثم أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج حدث اليوم جولة جديدة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لماذا يطلب العراق الآن هذا الحوار الاستراتيجي مع واشنطن يعني أنا أعتقد أولا أن يجب أن نعرف مفهوم هذا الحوار هو ليس مفاوضات هو حوار ستراتيجي بين طرفين مهمين جدا لهم تأثير في المنطقة وهذا الحوار هو محاولة عراقية لحصول على دعم كبير للدولة العراقية وللحكومة العراقية تحديدا وخاصة أنها مقبلة على قضية الانتخابات التي أشبه أنها أصبحت قضية فعلية خاصة بعد الإعلان عن أن هذه الانتخابات لن تشمل تصويت الخارج أي أن هناك تصور كامل لهذه الانتخابات لذا الحكومة العراقية بحاجة إلى دعمين نوعين من الدعم دعم أمني قد يكون دور أمريكي داعم للقوات العراقية ودعم دولي في مالي اقتصادي لتوفير الفرصة لهذه الانتخابات أنا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة صعبة ومعقدة جدا على العراق والعراقين وعلى الحكومة العراقية وأن الحكومة العراقية في مأزق كبير بين طرفين كبيرين ومهمين هم الطرف الإيراني المتغلغل داخل الجسد العراقي والطرف الأمريكي الذي يجب أن يبقى داعما في هذه المرحلة الخطرة حتى لا تستولي إيران كليا على العراق لذا جاءت الدعوة من الحكومة التي فيها أطراف كردية أطراف حتى الشيعية راغبة في الخلاص من النفوذ الإيراني الكبير داخل الجسد العراقي نعم هذه الملفات المهمة التي ستناقش مثلما ذكرت مهمات أو مجالات تشمل الأمن الثقافة التجارة المناخ حتى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت ذكرتها ولكنها شددت في البداية على نقطة مهمة على ما يبدو الدكتور هيثم لن تذكرها هي خروج القوات الأمريكية وقالت إن هذا الحوار سيوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشهورة لها فقط إذن المسألة مرتبطة بالنسبة للأمريكيين وحتى بالنسبة لبعض الجهات السياسية العراقية والأحزاب السياسية مرتبطة بوجود القوات الأمريكية في البلاد هل إخراج القوات الأمريكية أولوية عراقية الآن؟ أولا النقطة الأساسية أن هذا الحوار والحوار لا يعني ارتباط دور الحكومة غير مرتبط بالبرلمان إذا كان هناك قرار في البرلمان لإخراج القوات الأمريكية فهذا يحتاج إلى مفاوضات عراقية أمريكية للتباحث عن هذا القرار وإن كان متفق عليه كليا هذا هو حوار وليس تفاوض بين طرف الحكومة العراقية التي جاءت بعد مظاهرات شعبية ناقمة للأطراف الحكومية الموجودة في البرلمان والتي اتخذت هذا القرار وأعتقد أن الحكومة ممكن أن تعطي اعتراف رسمي للأمريكيين بضرورة التواجد في هذه المرحلة لأن مهمة الحكومة العراقية هي مهمة مؤقتة وهي جاءت نتيجة لوضع شعبي مغاير لرؤى البرلمان العراقي أو القوى السياسية للمشكل للبرلمان العراقي ولذلك فإن الحكومة قد تعطي أو تصادق على حاجة العراق أو حاجة الحكومة المؤقتة للقوات الأمريكية في هذه المرحلة المهمة لحين إجراء انتخابات شعبية جديدة قد تفرز برلمان جديد قد يكون هذا البرلمان له تصورات مختلفة تنظر إلى القوات الأمريكية نظرة مختلفة ومغايرة لتبني مرحلة تفاوض جديدة مع الأمريكيين وأن أرادت أن تنسحب أو تبقى هذا يعتمد على واقع العراق والنفوذ الخارجي للدول الأخرى نعم ولكن الحكومة في هذا الإطار شددت سابقا بأن أي قرار فيما يخص خروج القوات الأمريكية هو حصري لها وليس للبرلمان أو جهة أخرى كنت ذكرت كذلك في الوقت الحاضر بالتأكيد الحكومة العراقية هي الآن التي ستعطي التصور الحقيقي للأمريكيين وأعتقد أنها ستدعم فكرة بقاء القوات الأمريكية لأن مهمة الحكومة هي تأمين إرضاء المطالب التي أعلنت في المظاهرات والتي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي المتفقة مع البرلمان الحكومة مختلفة مع البرلمان سياسيا نعم بالتأكيد هذه العاميري لا يتفق معك على ما يبدو تحالف الفتحة رحبة بالحوار ولكن بشرط أساسي يقول أن بعد هذا الحوار يجب تطبيق قرار مجلس نوا بإخراج القوات الأمريكية من البلاد هذا المطلب يأتي في وقت قوات التحالف تزيد من عدد عناصرها لما يبدو تواجد قوات الناتو مقبولا أو مقبولا هذا التواجد فيما تواجد القوات الأمريكية غير مقبول وغير متوافق عليه لحد هذه اللحظة طبعا سيد هذه العامري يمثل طرف سياسي واحد وهذا الطرف السياسي معلوم اتجاهاته حتى وإن كان إلى وجود في البرلمان هو وجود يمثل قوى موالية وقريبة جدا سياسيا من إيران وبالتالي هذا المطلب هو ليس مطلبا شعبيا هو مطلب طرف سياسي وهو أجندة سياسية مختلفة ثانيا قد يكون هناك الآن رغبة حتى شعبية بإيجاد تصور جديد عن القوات الأجنبية كل الوطنين كل العراقين يعون أهمية وخطورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق خاصة الذين يعرفون هشاشة الدولة وهشاشة المؤسسة الأمنية والعسكرية وقوة القوة المسلحة التي خارج نطاقة الدولة والتي تؤثر على الواقع الداخلي وتصدر العراقين قادر على القيم بهذه المهام لوحده محاربة تنظيم داعش أو بقايا تنظيم بالتأكيد لا هناك قوات عسكرية ميليشياوية ذات أجندة سياسية تابعة إلى إيران يضاف إلى القوة الإرهابية المتمثلة بداعش لذا العراق بحاجة إلى قوة أجنبية آنية تحمي هذا الواقع وتعزز قوة الدولة تدريبيا وأمنيا لتوصلها إلى القوة القادرة على ضرب كل الأطراف المسلحة خارج نطاقة أو إطار الدولة والتي تمتلك أجندات سياسية خارجية لكن الصورة الذهنية عن القوات الأمريكية قد خدشت في الواقع العراقي السياسي على السبعة عشر عاما أو الثمانية عشر عاما السابقة وبالتالي إيجاد بديل معين يمكن أن يضمن الوضع الداخلي من الإنهيار ويؤمن فترة مقبلة بتدريب الجيش وتقوية الدولة وإعادتها بواجهة القوى الميليشيوية وداعش أنا أعتقد أن الناتو هو السبيل الوحيد والطرف الأمثل في المرحلة المقبلة خاصة أن الناتو سيمثل طرف أمريكي زائد أطراف أوروبية أخرى وهذا يعني أن الدور في العراق لن يتمثل بدور أمريكي فقط وإنما هو بمشاركة دولية أكبر وأوسع ممكن أن تكون عسكرية في جانب ولكن في عمقها الآخر هي سياسية وبالتالي الدور السياسي الأمريكي الأوروبي ممكن أن يؤثر أيضا في إضعاف الدور الإيراني مستقبلا بشكل أكبر وأكثر تأثير كنت معنا من واشنطن الباحث السياسي العراقي دكتور هيثم نعمان الهيتي شكرا جزيلا لك لا يزال الغموض يحيط بعركان الجريمة التي نفذها شاب سوري في ولاية كولورادو الأمريكية إلا أن روايات المقربين من مرتكب المجزرات تكشف جزءا من شخصية التي تميل إلى الاضطراب النفسي وجنون الاضطهادة جريمة غامضة لكنها ليست كاملة هكذا هي الجرائم التي نقرأ عنها في الروايات البوليسية ولكن في أمريكا كل جريمة فيلم بوليسي بحد ذاته في ظل انتشار الأسلحة النارية جريمة كولورادو أيضا تقع ضمن فصول الروايات البوليسية فالغموض يكتنف أركانها والأسباب لا تزال غامضة حول حدوثها رغم إلقاء القبض على منفذ المذبحة التي أوقعت عشرة أشخاص من بينهم رجل شرطة هارع إلى مكان الحادث فور سماع صوت إطلاق نار الرواية الآن كثيرة ليس حول دوافع المذبحة فحسب بل حول القاتل نفسه أحمد لعليوي العيسى السوري الأصل الذي يسكن مدينة أرفادا بولاة كولورادو والذي قيل إنه كان يخضع لرقابة مكتب التحقيقات الفيدرالي تاريخ من الاضطرابات النفسية على ما يبدو رغم عمره الصغير شقيق الجان الأكبر قال لصحيفة ذا ديلي بيست إن شقيقه الأصغر كان معادياً للمجتمع ومصاباً بجنون الاضطهاد ويتخيل دوماً أن أحداً يطارده أما صديق مقرب للعيسى فقال إنه كان شخصاً طبيعياً محاطاً بالأصدقاء لكن طبيعته تغيرت بعد تخرجه من المدرسة الثانوية وأصبح يميل إلى العزلة ثم انقطعت أخباره روايات المقربين من منفذ الهجوم جاءت منسجمة مع ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أنه اتهم بالاعتداء على زميله في المدرسة عندما كان في السابعة عشرة من عمره وعرف بطبعه الشرس الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن مرتكب المجزر اشترى سلاحاً شبه آلي من طراز AR-15 ما يضع تساؤلاً حول مضطرب نفسي يشتري بندقية من هذا الطراز التي لا طالما ارتبطت بجرائم القتل الجماعي في أمريكا بالسنوات الأخيرة سماح السيد الحدث وحدث اليوم مستمر وفي أيضاً رئيس حكومة تسيير الأعمال يقول إن مساعد تشكيل الحكومة تجاوزت حدود المنطق وتحولت إلى أزمة وطنية لبنانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأننا قادرون على المتابعة والتغفية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث مع رحلات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القدرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعادتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد أكدت تقرير لمجلس العلاقات الخارجية أن هناك مخاوف جديدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تقصر في مواجهة النفوذ الجيوسياسي المتزايد للصين وفق ما نقله موقع الصوت أمريكا حزام واحد طريق واحد مبادرة صينية ترهق الولايات المتحدة مشروع يرمي لإعادة إحياء طريق الحرير التجاري القديم الذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل البضائع من تلك المناطق من وإلى الصين أطلقت هوبكين أبريل العام الماضي عبر توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الأربعة والستين مليار دولار كما سجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها إلى ثلاثة تريليونات وستمائة وسبعين مليار دولار لكن لماذا يحمل تقرير لمجلس العلاقات الخارجية واشنطن مسؤولية التقصير في مواجهة النفوذ الجيوسياسي المتزايد للصين موقع صوت أمريكا أشار إلى أن التقرير لفت إلى أن تقاعس الولايات المتحدة الذي يقابله الإصرار الصيني مسؤول عن المأزق الاقتصادي والاستراتيجي الذي تجد واشنطن نفسها فيه بل كما أشار تقرير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن الانسحاب الأمريكي ساعد في خلق الفراغ الذي ملأته الصين بمبادرة الحزام والطريق فكيف استطاعت الصين بمشروعها العملاق أن تهيمنا في النظام الدولي؟ أولاً تعد الصين ثانية أكبر قوة اقتصادية في العالم وفي طريقها لتصبح الأولى في غضون عقد من الزمان كما أنها استطاعت تقليص فجوة القوة العسكرية والسياسية مع أمريكا فالحضور الصيني في العالم أصبح متعاظماً للغاية عبر منتجاتها واستثماراتها فيما يشير المحلل في المجلس ديفيد ساكس إلى أن مبادرة الصين التي تقدر بمليارات الدولارات غير مقيدة جغرافياً وقد تجاوزت البنية التحتية التقليدية من جانبها ترى الممثلة التجارية الأمريكية السابقة جينيفر هلمان أن عودة واشنطن للعبة تعتمد على انضمامها أو إعادة الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب وهو أمر يؤكده المسؤولون الأمريكيون الحاليون حول أن إدارة الرئيس جو بايدن ستغير ذلك خاصة مع إطلاقها مبادرة اقتصادات الجزر الصغيرة سالبي والتي ستعزز التعاون الاقتصادي لها في مناطق تمارس فيها الصين ضغطاً اقتصادياً كبيراً روان حمزة الحدث أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ما زالت تراوح مكانها وتزداد تعقيداً مع تشدد الأطراف السياسية في شروطها وتمسك الرئيس ميشيل عون بالثلث المعطل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال أن مساعي تشكيل الحكومة جاوزت حدود المنطق وتحولت إلى أزمة وطنية أم حزب الله المتسبب الرئيس بجمود المواقف ورفع سقف المطالب المستحيلة قال إن تشكيل حكومة جديدة ضروري لإخراج البلاد من أزمتها المالية الحالية وقالت كتلة البرلمانية إن تشكيل الحكومة يمثل بديلاً عن الفوضى التي تهدد الجميع مضيفة لنالبنان بحاجة إلى الشفافية والتعاون بين قادته وتشكيل حكومة تحظى بأكبر قدر من الثقة في البرلمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بيروس ينضم إلينا الدكتور أدوان السيد السيد الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية الدكتور أدوان أهلاً بك على شاشرة الحدث وضيفاً مرة أخرى على برنامج الحدث اليوم المواقف كثيرة اليوم التي يصرح بها شخصيات سياسية لبنانية لنبدأ من تصريح كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني تقول إن تشكيل الحكومة ضروري ويمثل بديلاً عن الفوضى التي تهدد الجميع هل تبدو بالنسبة لك دعوة أم تهديد؟ هو خطاب زعيم الحزب حزب الله الأخير حفل بالتهديدات لكل الأطراف اللبنانية لرئيس الحكومة المكلف، للجيس اللبناني، لحاكم المصرف المركزي، لحركة أمل يعني شركته في الثنائي الشيعي وإذا في ضوء خطاب زعيم الحزب نعم نستطيع أن نعتبر موقف الكتلة اليوم هو أنه إن لم تفعلوا فنحن ذاهبون نحو الفوضى وهذا التوصيف بحد ذاته صحيح لأن الفوضى بدأت تحصل كان رئيس الحزب، زعيم الحزب خائف من سج الطرقات ويطلب من الجيش فتح الطرقات وهذا جزء من الفوضى بالفعل ولكنه قال واليوم كتلته قالت أنه لازم تحظى الحكومة بأكثر أحزاب البرلمان تمثيلاً هذا مخالف لما عملوا عليه خلال الجميع خلال أشهر وهي المبادرة الفرنسية والتي تقترح اختصاصيين مستقلين لمدة ستة أشهر لوقف الإنهيار وبدل إعادة الإعمار والذهب للمجتمع الدولي تتطلب استقلالية لا تتوافر لها إن تشكلت كما تشكلت الحكومات السابقة بينما بدأ زعيم الحزب يريد أن تتشكل كما تتشكل الحكومات السابقة يعني رجع عن كل المبادرة الفرنسية وحكي عن حكومة تيكنوسيا مطالب جديدة إذن هل يمكن أن نقول أنه يصعب مطالب جديدة وخروج من المبادرة الفرنسية نعم دكتور ردوان هل يمكن أن نقول أنه يصعب هذه المهمة تشيل الحكومة وتتفق مع من يقول لا حكومة في لبنان إلا بعد اتفاق نووي إيراني ليس إلى اتفاق نووي على الأقل أن تعود المفاوضات بين الإيرانيين والأمريكيين وهي لم تعد بعد كل الميليشيات الشيعية في المنطقة العربية مكلفة بالتصعيد من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان لتقول إيران كم عندها من الأوراق وكم تستطيع أن تعتمد على ارتهانات ورهانات ونعم ولذلك يفيدها أن تكون هناك حكومة ضعيفة أو غير موجودة في لبنان لتظل تمارسها السيطرة المباشرة كما مارستها من خلال الحكومة التي تشكلت الفكرة كانت أن تتشكل حكومة غير شكل حتى مشى فيها رئيس مجلس النواب الذي عنده كتلة يساوي عددها من النواب يساوي عددها كتلة حزب الله 13 بـ 13 ولكن هم الذين رجعوا وانضموا إلى رئيس الجمهورية لأن هذا يصعب العملية فهم رسميا لأنهم يعرفون الحاجات التي يصرخ بها المجتمع اللبناني يقولون نريد حكومة بسرعة ولكنهم عندما يقولون نريد حكومة سياسية ما هي حكومة حسان دياب التي استقالتها حكومة سياسية سياسية وذات لون واحد وكلها موالية للحزب والرئيس ولم تستطيع أن تفعل شيئا ولذلك وافقوا جميعا على المبادرة الفرنسية الآن الحزب وعاون تراجعوا عن المبادرة الفرنسية ويريدون أن يستولوا على الحكومة أو يسيطروا في الحكومة الجديدة وللمرة الأولى صامد لعدة أشهر ويبدو صامدا إلى غاية الآن وسنتحدث عنها لاحقا دكتور رضوان ولكن أعذرني على المقاطعة اللافت قبل حديث عن الحريري موقف بري موقف حركة أمل يقال بحسب وسائل الإعلام اللبنانية أنه تم مآخذ لحركة أمل على حزب الله إلى أي حد تعتقد بالفعل أن هناك هذا الخلاف بين الحليفين السابقين حزب الله وحركة أمل أما أن هناك خلافا هذا ظهر لأنه اجتمع المكتب السياسي للحزب وتفاوضوا لعدة ساعات ثم تفاوضوا مع مندوبين من حزب الله وخرجوا ببيان واضح وصريح أنهم مع حكومة سعد الحريري للاختصاصين المستقلين كما اتفقوا سابقا حتى مع الحزب ولذلك نعم هم مختلفون معه سياسيا الآن بشأن مواصفات تشكيل الحكومة رسميا حتى إذا لم ننظر إلى التداعيات الخارجية وتحالفات الحزب في الخارج رسميا هم الآن مع مقاربة رئيس الجمهورية الذي يريد ثلثا معطلا في الحكومة أو يسميه ثلثا ضامنا ويريد أن يكون كل الوزراء المسيحيين من تعيينه أو من تسميته كما كان يفعل سابقا وثلاث حكومات لم تصلح وأدت إلى الانهيار فدخلوا جميعا بحسب المبادرة الفرنسية في مقاربة جديدة ولو مؤقتة وبالذات بعد انفجار المرفأ في أربع آب 2020 لكن رئيس الجمهورية من زمان لم يوافق هو وصهره رئيس الجمهورية النيابية للطير الوطني الحر في البرلمان من جهة أخرى كان حزب الله يدعمه سرا الآن يدعمه علنا نبي بري يقول أن الحزب خالف الاتفاق ونبي بري عرض وساطة ودعم حكومة اختصاصين مثلما ذكرت دكتور أدوان بعد اللقاء الثامن عشر بين الرئيس عون والحريري تعطى لكل شيء بخصوص تشكيل الحكومة على ما يبدو وبعد هذا الخروج اللافت جدا للحريري وحديثه عن قائمة وقدمها للإعلام قائمة للوزراء أو على الأقل الشخصيات المرشحة لوزارات ميشيل عون الرئيس اللبناني التقى ببعض الدبلوماسيين ومثلين الدول بينهم السفير السعودي والسفير الفرنسية وغيرهم هل أحرجت ميشيل عون هل أحرجت الرئاسة اللبنانية بعد موقف الحريري أحرجت جدا لأنه صارت المسألة مكررة خلال لقات عدة مرات أولا الرئيس يتحدث بالسوء عن رئيس الحكومة سرا ويحرص على أن يصبح هذا الحديث فعلنا والرئيس المكلف يجيب برزانة وبيهدوء ويكشف بالوثائق أن ما قاله رئيس الجمهورية ليس صحيحا وآخر مرة عندما وصلته لائحة من الرئيس أعلن عن تلك اللائحة أمام القصر الجمهوري وقال إنه يرفضها لأنها لا تتماشى مع الشروط وعرض لائحته هو على الإعلام ووزعها على الإعلاميين والتي تثبت أن الذين رشحهم 18 من أعلى درجات الاختصاص من سائر الطوائف وليسوا محسوبين على أحد ولا ضد أحد حكومة تكنقراط متميزة وكان دائما هادئا ويعرض الوثائق التي تثبت أن الرئيس يستخف به ويقلل من احترامه له ثم إنه لا يطرح ووسائل إعلام مقربة من الرئيس نيشان العون تحدثت عنه أعذرني على المقاطعة ولكن للأسف الوقت المخصص للمقابلة أعذرني على المقاطعة من بيروت كنت معنا دكتورة وردوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية شكرا جزيلا لك وأعذرني على المقاطعة بالتأكيد السلام عليكم اشتركوا في القناة